السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحوت الشمسي والقمر والطلع ولا تنسوا أنها قراءات عامة ومعممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمر والطلع سنرى القراءة وسنرى ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب ولا أتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب أتمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه قد نخلوها مدامت تريد أن تتكلم الكارت فلنتركها عزيزي برج الحوت في هذا الشهر أنا أرى كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري إذا كنت تشتغل إذا كنت تعمل وخا يعني مال إضافي أنا أرى جون إكستخا وخا هو يعني هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما أنت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك إن شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا بنواصل هادي احتهية تريد أن تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد أن تتكلم نعم طاقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم آآ يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني آآ تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجانات بغي تتضعفه مزيان مزيان إذا دي مرة ما هي طاقة المرتبطين فهادي بغي تصدر عزيزتي بالنسبة للمرتبطين أنا أرى أنك أحيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لأنه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لأنه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك أنت يراك أنت بحل إنسان مقدس يراك يعني أنت إنسان يعني في الأعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني حلل أنت جالسة في العرش هو قدم رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة وكيحس أنه لا يمكنه إعطاؤك ما تستحقه إذن أسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني أسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الأشياء التي تفكر فيها أنت وخا يعني البعض منكم أنا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة في السر يعني تعيش هنا يعني علاقة في السر طبعا هناك يعني أحدكم يعني مرتبط أو متزوج لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم علاقة في السر وأنا أتكلم مع الرجل والنساء دائما ما تنسجوا أنا قراءاتي معامة ما كانت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل لنواصل نحن ما زلنا مع المرتبطين قلنا أن المرتبطين البعض منكم هناك شك لأن الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم الثقة والبعض الآخر منكم بالنسبة لمجموعات المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وأنت تحتاج لأن يعني لأن يوضحها لك يعني ممطر هذه العلاقة يعني عييت عييت انتهى وماذا سيفعل بالطرق الآخر والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية والآن سنرى ما هي طاقة العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب أنا يعني أنا بالنسبة للعزب هذه بغطة الضرب نخلوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كانوا المطلقون والأرامل كذلك أنا يعني ينتمون لجمعات العزب بالنسبة لي وأخا يعني بالنسبة لي العزب هم من ليست لديهم علاقة كانوا مطلقون أو أرامل كانوا أرامل أو يعني ما تزوجوش في حياتهم فهمتون لي وخا إذا لنرى ماذا يحدث مع العزب عزيزي العزب كنت مطلقا أو كنت أرملا أو عازبة أو عازبة أنا أتكلمها الرجال والنساء من جديد كنشوف أن إنسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك أبدا لم يخطر على بالك أبدا أنه سيظهر في حياتك هذا الإنسان وخا ويريده يعني بداية معك يريده بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الإنسان سيرفضون لكن هذا الإنسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الآن لا هذا الإنسان سيعود ويعني ويريد بداية معك والآخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوا وإن لم تكن يعني تجمعكم يعني ما كان عندك محتش حاجة مع هذا الإنسان لكن كتعرفوا من الماضي ولم تجمعكم أي علاقة ويريده الآن بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريده بداية معك لكن أرى أن يعني أنتم ربما سترفضون هذا الإنسان فهذا الشخص لكن هو معجب بزاف بكم معجب بزاف لكن أنت سترفض هذا الإنسان سترفض هذا الإنسان لا أدري لماذا لكن أنت يعني أراك يعني طاقتك هي الكبرية لا تريد حتى رؤية هذا الإنسان مهم شرحه لنترومة لأني يجب أن أتابع القراءة واخر لكن هذا الإنسان يريد أن يبلك حب وأنت لا تريد حتى رؤيته حتى وإن كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين إذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لنتم في تعليقات ماذا يحدث لأني لا أفهم لا أفهم لكن هذا ما يقوله الطرف هذا الإنسان معجب يعود من البعض لكن أنت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص والآن لنرى ما هي طاقة المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين واخر بالنسبة للمنفصلين العزيزتي أنت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني أنت ضاقتك هي التعب والإرهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تتنفس لا يمكنك حتى التنفس وأن تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني أن تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وأرى يعني خزن وبكاء يعني كي تدلب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك كي لا يراك أحد نعم وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي تعاني بزاف في صمت أتذكر أني لم نسيت ما قلت طاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية وخا طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت بمثلك أو صرطة وخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا أن طاقتك بالنسبة نحن دبا معها المنفصلين طاقتك هي الحزن كتبكي بزاف يعني عيت بزاف عيت عيتي وتعاني في صمت تعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر أحد بهذه المشاعر لا تخبره أحدا يعني تخفيها غير الرزق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحوت جعلك تفكر يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه أنت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة أو كتت تفكر في نفسك قليلا لأنك يعني أنت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الإنسان يعني سيفا نغمال هذا غير عادي يعني هذا الإنسان ظلمك بزاف نعم أنت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى أي نتائج لم ترى أي نتائج يعني إيجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم أنت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار طرى أنه يعني يسرق من طاقتك يعني فاش كنقوله يعني نزف 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 مهم ما تديروش عليا وما تضحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني قريتي بلا طاقة يعني ما تقدرش حتى تنفس لسبب هذا الألم والأن بدأت أنت تركز تركز يعني أنت تصرفت بحل مجنون أنت يعني هذه كرت يعني الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كرت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلك هذا تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الأمبراطور تريد أن تتحكم في هذه الوضعية يعني كرت الأمبراطور تريد أن تكون أنت أمبراطور حياتك يعني أنت من يسيطر على حياتك وليس هذا الألم وهذه المشاعر التي يعني ما كانت تدك حتى لشي بلاصة فقط البكاء والحزن وخا أنا كانت تأثر بزاف لأني أحس بمعاناتكم وكانت تأثر معكم بزاف وخا إذن لنرى الآن ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة نعم أنت الآن ستتحرك لكن بطريقة أخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الأمل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العشق الأناني نعم دابا نشرح لكم أنت طاقتك الآن هي التغيير ماذا يعني ذلك؟ يعني الإختفاء أنت الإختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة أخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كارت الشيطة تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم أنت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا وخا تفكر في نفسك يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث هذا الحبيب؟ سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لأن يعني اختفاءك وابتعادك يعني تنزل المعنويات دياله يعني هذه أمانية العشق من جديد نعم لماذا؟ لأنه هو دائما واثق أنك هناك دائما هو دائما هناك ويفعل ما يشاء يمشي ويذهب ويعود لأنه يعرف أنك دائما تنتظره مثل كما أقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما يعتش عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب والأن أنت صرت مثل النهر يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا الله سبحان الله العظيم شوف يعني يعني أنا أقشعر يعني شوفوا ش غادي يدير الحركة غادي يجي بحل الحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل أكيد لماذا؟ لأنه يتألم ذكرت المشاعر والمعنويات ديالو لأنك لست هناك ماذا سيفعل؟ العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك وكذلك هوائية مائية وهوائية وكذلك نارية مائية هوائية ونارية نعم لكن المهيمية المهيمة هي المائية والهوائية كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة وقوية بزenergy الله لا أحس بهات تاقة كانت قراءة مؤثرة جميلة جميلة بزا كانت منها هذه قراءة sang يعني تساعدكم. اتمنى ان تساعدكم. يعني القراءات قراءة طارد لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب ان تعيشوا. لكن تعطي لكم اشارات وعلامات لكي تساعدكم في هذه الحياة خاصة الحياة العاطفية. وسنرى ما هي النصيحة السماوية وملائقات الحب. تقول انت لديك القدرة. انت لديك القدرة استعمل قدرتك ليجاد حلول لهذه الوضعية. يمكنك فعل ذلك. وهذه تقول اعطي فرصة لهذه العلاقة. يعني امنحي له وقت. امنحي للحبيب وقت. امنحي لحبيبك وقت. امنحي حبيبك وقت. انت تستحق الحب. تستحق الحب. انت تستحق بان يحبك. تستحق بان يحبك. يعني ما رأيناه في القراءة. يعني تقدر نفسك انت مادم الاخر لا يقدرك فقدر انت نفسك. فاكد انه سيغير يعني عقليته. وهو سيبدأ في تقديرك. واخا كنتمنى لك كنتمنى يا ربي تستفدوا من هذه القراءة. او تساعدكم ولو قليلا. وكنتمنى لكم الخير يا رب. كنتمنى الله يحميكم. الله يخليكم ليه. كنحبكم بزار. كنحبكم بزار. شكرا على تعليقات ديالكم حتى انتم ما كترفعوا من معلوياتي من خلال كلامكم الجميل والبطي. الحمد.